أكدت رئاسة الجمهورية أن فوز خمسة مشروعات مصرية في مصابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة في العالم على قدرة الدولة المصرية على إنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدد زمنية قياسية وهي المحددات والمعايير التي طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشدد دائما على الالتزام بها في جميع المشروعات التنموية على امتداد الجمهورية كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية قد أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل واركى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قرات العالم للعام 2022 والتي ضمت حوالي 34 مشروعا فازت مصر بخمسة جوائز منها عن المشروعات أفضل مشروع نقل في العالم محطة عدل منصور التبادلية أفضل مشروع ثقافي في العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أفضل مشروع ترمين في العالم تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل أفضل مشروع للطاقة وصناعة في العالم محطة رياح رأس غارب بالخليج السويس أفضل مشروع بي بي اي في العالم هو مشروع تطوير كرة تشكى الجنوبية